إحسان إلى الوالدين كما يكون في حياتهما يكون أيضا بعد مماتهما فمن فرط في شيء من حقوقهما في حال الحياة فإنه يستجرك ذلك بعد موتهما ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما فقال نعم الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصيلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أمور يبر الإنسان بها والديه بعد موتهما الأول الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وثانيا الاستغفار لهما بأن يسأل الله تعالى لهما المغفرة وثالثا إنفاذ عهدهما أي ما عهد به من وصية فإذا فرض أن أباك قد أوصى بوصية أو أن أمك قد أوصت بوصية فإنك تنفذ هذه الوصية ولا يجوز منعها أو تأخيرها أو المماطلة فيها أو تبديلها ولهذا قال الله تعالى فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فإن الله سميع عليم رابعا صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما والرحم هم القرابة فتصل قرابتك التي كان أبواك سببا فيها كأعمامك وأبناء عمك وأخوالك وأبناء أخوالك وغيرهم من القرابة والقرابة هي الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة والقرابة الذين تجيبوا صلتهم هم من يجتمعون بك في الجد الرابع وهم أولادك وأولاد أبيك وأولاد جدك وأولاد جد أبيك هؤلاء هم القرابة الذين تجيبوا صلتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز في سهم ذي القربة لم يجاوز بني هاشم وهم يجتمعون به في الجد الرابع الأمر الخامس مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبر الإنسان به والديه بعد موتهما قال وإكرام صديقهما فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه وإكرامك لصديق أبيك من برك بأبيك وإذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها وتحسن إليها وإكرامك لها وإحسانك إليها من برك بأمك ترجمة نانسي قنقر